اهلا بكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنعمل النهاردة مع بعض من ربع كيلو لحمة مفرومة وشوية بطاطس حاجة حلوة قوي وسهلة وسريعة وجديدة اول مرة تشوفوها ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم قوي انا اسمي ايمان يسعدني جدا ان انتو تشتركوا في القناة ويسعدني كمان قوي ان انتو تعملوا لايك على الفيديو ويلا بينا نبتدي هنجيب كيلو نص من البطاطس هنغسلها ونحطها في الحلة نغطيها بالمية وهنحطها على النار ونسلقها بالطريقة العادية لذات لما تتسلق كويس قوي بعد كده هنقشرها وهنهرسها وطبعا هي لازم تبقى مستوية كويس عشان لما تتهرس ما يبقاش فيها اي حتة كده من البطاطس لسه ما تهرسج هناخد بقى البطاطس دي وهنحطها وبعدين هنحط عليها شوية من الملح انا حطيت هنا معلقة ونص صغيرين من الملح وعليهم رشة من الفلفل الاسود وبعد كده هنضيف عليهم تلات معالق كبار من جبنة مبشورة جبنة رومي بقى مبشورة شدر زي ما تحبوا ومعاهم كباية من البقصمات الناعم وممكن اللي مش عايز يحط كباية كاملة ممكن يحط نص الكباية دي بقصمات والنص التاني دقيقة بس البقصمات بتدي طعمة احلى شوية لازم نتأكد ان هي تبقى متماسكة ممكن ان احنا نقورها بالشكل ده وتبقى متماسكة ولو مش متماسكة بنضفلها شوية بقصمات بعد كده هنجيب ربع كيلو من اللحمة المفرومة هنحط عليه البهارات ملح فلفل اسود بصل بدرة بهارات مشويات ارفا وبابريكا ومعاهم سماء هنحط عليهم فلفل متقطع مكعبات فلفل اخضر واصفر معاهم فص ستوم مفروم ولو ما فيش اصفر ممكن فلفل اخضر بس تماطمتين اتنين متقطعين مكعبات انا اخد منها الجزء اللي هو اللي برا ونشيل قلب الطماطم اللي بيبقى فيه سويل ومعايا بصل كبيرة متقطع برضو صغير ومعاياهم كان معلقة كده من البقدونس المفروم هنقلبهم كلهم مع بعض كويس وبعدين هنضيف دي حاجة اختيارية اللي مش عايز يضيفهم فيش مشكلة معلقة كبيرة من ديبس الرومان دي بتدي طعم حلو قويهية والسماء لللحمة المفروم بعد كده هنضيف من 3 ل 4 معالق كبار من البقصمات الناعم وهنقلبوا كلهم مع بعض وبكده تبقى الحشوة جاسة احنا كده حضرنا البطاطس وحضرنا الحشوة هنبتدي بقى ايه نعملهم على شكل كور هنقور البطاطس كور واللحمة بنفس العدد عشان يبقى سهل علي بعد كده ان احنا نشكلهم بسرعة دي كده البطاطس تبقى بالحجم ده واللحمة هتبقى الحجم بتاع الكور اصغر شوية من البطاطس بس هما الاتنين يبقوا بنفس العدد وقادي اللحمة هنجمعهم كلهم ونحطوهم كده مع بعض عشان نشكلهم بسرعة هنستعمل اي طبق موجود عندنا وهنجيب معايا يا اما البلاستيك الجزائي او اي كيس تلاجة نفتحه ونستعمله هنحطو جوه الطبق وبعد كده هنجيب واحدة من البطاطس وهنفردها جوه الطبق ونعمل لها حواف كده في الجناب ونحاول ان احنا نضغط عليها من النص بحيث يبقى فيه في النص كده فراغ ممكن نحط فيه الحشوة بعد كده هنجيب الحشوة بتاعة اللحمة هنحطها في النص ونضغط عليها ونسويها ونزبط الاطراف بتاعتها بحيث ان يبقى شكلها حلو وتبقى البطاطس مغطيها يعني من كل الجوانب بعد كده هنشيل الكيس كده ونسويها برضو ونزبطها ونقفل البطاطس على اللحمة من فوق بالشكل ده وبكده يبقى احنا كده عملنا اول واحدة ودي طريقة سهلة جدا للتشكيل ممكن تستعملوها في حاجات تانية كتير اوي هنجيب صنية الفرن وهنحطهم جنبه بعد للايت لما نخلصهم كلهم بعد كده هنجيب معلقتين او تلاتة كبار من الصلصة المركزة وعليهم معلقة كبيرة من الزيت ملح وفلفل اسود هنقلبهم مع بعض وناخد منهم معلقة صغيرة كده على وش كل واحدة فيهم يدوب نغطي بيها اللحمة بتديها طعم حلو قوي لما بتستوي بيها بعدين هندخلها فرن سخن على حرارة 200 درجة الرف اللي في النص لمدة تقريبا نص ساعة لغاية لما اللحمة تستوي هنطلعها من الفرن بعد نص ساعة ونحط عليها شوية صغيرين من الجبنة المتزرلة كده على كل واحدة فيهم وبعد كده هندخلها تاني الفرن لمدة تقريبا خمس دقايق بس يدوب الجبنة تسيح بعد كده هنطلعها ونقدمها رحتها وطعمها في منتهى الجمال كل اللي جربها يعني كان معجب بيها جدا وكان بيسأل على الطريقة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم تقولولي رأيكم في التعليقات وزي ما قلتلكم يسعدني جدا ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية اشتركوا في القناة